استقبلت محافظة الوادي الجديد وفدا من الأطباء الأوروبيين والمصريين في مستهل زيارتهم للمحافظة ضمن فعاليات مؤتمر تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر الزيارة تأتي في إطار جهود ترويج السياحة العلاجية كأبرز أنواع السياحة التي تمتاز بها المحافظة بما تمتلكه من مقاومات طبيعية وبيئية أنماط عديدة تتمتع بها السياحة المصرية والتي تجعلها من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم وتعد السياحة العلاجية من أهم أنواع السياحة التي تتمتع بها مصر بالعديد من الأوجه والأماكن ويأتي منها محافظة الوادي الجديد وقام وفد من الأطباء الأوروبيين بزيارة للعديد من المواقع السياحية والاستشفائية في الوادي الجديد جاء في مقدمتها الأبار الكبرتية بقرية جناح وذلك ضمن فعاليات مؤتمر تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر والله الزيارة النهاردة كانت مع فوج طبي جايين من أسبانيا والحقيقة جايين بيستكشفوا مصادر الطبيعية في محافظة الوادي الجديد الواحة الدخلة والخارجة وكيفية العلاج الطبيعي بدلا من العلاجات التقليدية المحافظة الحقيقة بتسخر بمقاومات طبيعية استشفائية من الدفن بالرمال لنزول في المياه الكبرتية الشمس الساطعة القوية وأوروبا دخلة في فترة الشتاء جايين يستكشفوا ده وهما الحقيقة متخصصين في العلاجات الطبيعية أحلى في اطار توجيات السيد الرئيس عفتاح السيسي الأخيرة استفادة بكل الشبر من أرض مصر سواء استثمار زراعي أو استثمار سياحي فالحمد لله أحلى بالتعاون مع الشركات السياحية والجامعات المصرية دعينا وفد من الأطباء المهتمين بالسياحة العلاجية والسياحة الشفائية وجلنا أكثر من 15 واحد وفد من أسبانيا الصديقة وحيعودوا معنا 3-4 أيام يدرسوا بأكل الإمكانيات المتوجدة في المنعون الكبريتية من دفن بالرمال زيارة تأتي في إطار جهود ترويج السياحة العلاجية كأبرز أنواع السياحة التي تمتاز بها المحافظة بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية كما حرس الوفد على زيارة أقدم الآثار القبطية وهي مدينة البجوات التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 4000 عام كما تم زيارة معبد هبس ويضم معالم أثرية تمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية